اهلا بحضراتك وبرحب بحضراتك وبرحب بضيفنا النهاردة في المحترف الصحفي والناقد الرياضي المتميز إهاب الجنيدي بسهل الخير يا بب بسهل الخير يا خبتنهاني وتحياتي ليك ولكل جماهير النادي الأهلي منورنا ببنا خليك كابتن عندنا حاجات كتير جدا نتكلم عليها النهاردة أهمها طبعا ما يشغل طبعا كل الشعب المصري هو المنتخب القومي وخروجه أمام المنتخب التونسي في مباراة نصف النهائي في كاس العرب 20-21 ايه رأيك في المتش طبعا يا خبتن بسهل الخير نبدأ ونقول ان احنا ظهور سيء جدا أسوأ مباراة لمصر يعني رغم ان في مباراة لبنان ما كانش الظهور جيد بس كنا أفضل من كده كان فيه هجمات كان فيه شغل كان فيه حاجة بتتعامل جوه الملعب انما احنا ماتش تونس انا مش هزاول ما جناش المباراة كناش موجودين الهجمات اللي جت لنا جت لنا فرص على فكرة أخطر من فرص تونس ولكن جت بشكل عشوائي يعني الفرص اللي حققها منتخب مصر او اللي قتيحت لمنتخب مصر زي ما حركت بقت ما كانتش مبنية على هجمة هجمة مدروسة ومعمولة واحد اتنين تلاتة اللي عيبة توصل لمرمى الخصم ازاي لا احنا ما كانش عندنا ده احنا وصلنا كل الهجمات اللي وصلناها سواء الكرة اللي مران حمدي ضيحها ووقفة لانها تسلل هو قريدي ضاعت يعني برضو منه قبلها وما كانتش تسلل والكرة التانية اللي هو تدخل هو ومصطفى فتحي برضو مع بعض فرصة سهلة جدا برضو ما كانتش كانت خطأ من الدفاعة قطعت الكرة وراحنا بيع الجون فين الجمل اللي عملها منتخب مصر في المباراة ما كانش فيه وانا شايف ان ده بشكل اساسي لسوق توظيف اللاعبين داخل الملعب زي ما بقول كده ان كل واحد حطه في مكانه انا هو ده اللي رسالتي لكروش اللي عايز اقولها ان انت حط كل واحد في مكانه يعني انا ازاي عندي هداف الدوري المصري والفرود الاول بتاع مصر الهداف وما بحطوش دايما رأس حربة محمد شريف يعني اولا ما ببدأش بيه انا عايز اتكلم معك في موضوع الكروش كمان يعني كل الناس والسوشيال ميديا اتكلمت بشكلها وباخر عن كروش وعدم لغاية دلوقتي الشارع المصري او الشارع الرياضي المصري في كورة القدم مش فاهم كروش بيفكر ازاي ومش فاهم الاستراتيجي بتاعته بشكل اي يمكن انا هنا في المحترف اتكلمت على نقطة انه قد يكون انه يعني بيحاول يشوف وجه جديدة بيحاول يقف او يوسع قاعدة اللاعبين على المستوى الدولي لكن من الواضح في المباراة دي ان علامات استفهام كبيرة جدا على ادارته للمباراة ادارته للمباراة من حيث التشكيل وده خلي بالك موضوع التشكيل ده من بداية البطول لكن على مستوى التغييرات على مستوى اراية الخصم على مستوى اراية اللعب على مستوى انك ممكن جدا وانت واقف على الخط ممكن تشوف على سبيل المثال حسين فيصل لعيب مميز ولكن كان واضح جدا مع بداية مباراة تونس انه مش قادر مجهد كل كرة مأتوعة وبالتالي كان لازم يكون فيه تدخل بشكل جيد في ادارة المباراة شايف كيروش مش هاولك تقييمك ليه على مستوى المباراة كلنا عارفينه لكن يعني انت قريته ازاي كصحفي وناقض رادي قري كيروش ازاي من انهي حتة بالزبط كيروش يا كابتن مدرب عنيد عنيد اه مدرب عنيد ودي مشكلة كبيرة ولا يستمع لأحد ودي لا يتفجر الايام الجاية وانا بقولها لك من هنا كابتن فيه مشاكل بينه وبين الجهاز الفني المساعد لي كيروش لا يستمع لأحد ما بيستمعاش كابتن ضياء السيد موجود معاه ما بنحسش ان فيه اي نقاش حتى ما بنشوفش ان فيه اي كلام شوف كده المتشكل لها حتى الان اللي لعبها مع منتخب مصر قول لي ان فيه لقطة جات لقطة راحدة جاتت شافت على الشاشة انه هو على الشاشات انه هو بيتكلم مع كابتن ضياء السيد اللي المفروض المدرب العام ما فيش اي تفاهم بينه وبين الجهاز فيه خلافات بينه وبين الجهاز واضح جدا يعني ما بياخدش برأي حد وانت راجل مدرب يعني طب العالي عالي خلينا نتناقش في النقطة دي لان كمان مش عايزين نزلم الناس المصريين الموجودين هي مهمة الجهاز المعاون ايه مهمة الجهاز المعاون انه لو شايف حاجة اولا تأهيل اللعيبة والكلام ويمكن على مستوى المصريين انك بتحفزهم بشكل كبير لان الاجانب ما عندهمش التحفيز زي المصريين بشكل كبير طبعا تحضير التدريبات كل دوت مهم قبل المباراة لكن من خلال المباراة انه كل اللي ممكن يقوله الجهاز المعاون انه والله مستر كروش انا شايف التغييره دي هتبقى منازمة في الديئة كذا لكن القرار بتاعه يعني القرار بتاعه بس هالمعنى كده كابتن انه مالوش انه انه ان انا قبدي رأي لازم ان ده اللعيب ده كذا ان ده محتاجين نغير ده ان ده محتاجين يقعد ان ده بيلعب في مكان مش مركزه صحيح يعني انا عايز كروش هو كل اللي هيتضبت منتخب مصر الفترة الجاية ستة لعيبه ستة تمانية لعيبه تمانية تسعة لعيبه تسعة انما اللغباطة اللي عاملها في منتخب مصر اللي احنا مش عارفين كل ماتش انا شفت حسين فصل في مركزين مصطفى فاتحين بارح لعب في كل حتة تقريبا نزل بديل شوية شفته يمين وشوية شفته شمال شوية شفته في النص تحت راس الحربة وشوية رجع وراء في نص الملعب تاني انا مش عارف هو بيلعب ايه يعني تغيير التغييرة دي واللغباطة دي يعني ما بتخدمش الفرقة النقطة التانية يا كابتن المهمة جدا ان انت كمدرب لازم ما تبقاش كتاب مفتوح منتخب مصر امام المنفسين حتى منذر الكبير بعد المبرأة ليه قال كنا حفظين طريقة اللعبة منتخب مصر ولا mercado توقعونها ولا اناها انت بتواجه تونس غير ما بتواجه السودان غير ما بتواجه لبنان غير ما تتشججزailleurs لازم وده اللي بيعملوا مسلماني في الاهلي على فكرة وفي بعض اعتراضاتها وعليه معاييني انا مقتنع تماما باللي بيعملوا مس efficق المسلماني في الهلي كل الناس اللي اعتبرد يقول لك احنا مش عارفين طريقة اللعبة مسلماني مسلماني بينفذ الفكر الحديسي في الكرة العالمية. كل مباراة لها ظروفها. كل خاصة. ليه طريقته. اللي تناسبه. مش ممكن نلعب كل مباراة بنفس طريقة اللعب. وده اللي عمله كروش. نقطة مهمة جدا. كمان خلي بالك المنتخبات شوية مختلفة على الأندية. لكن مهم جدا أن نكون لمنتخب مصر هوية وشخصية.